رسائل عسكرية وسياسية حادة تبعث بها ميليشيات الحجد الشعبي داخليا وخارجيا آخرها تلك التي وجهها قيس الخزعلي زعيم ميليشي عصائب أهل الحق للولايات المتحدة مباشرة بلهجة تجاوزت الدولة العراقية فصائل المقاومة العراقية لن تتوقف مطلقا عن الخيار العسكري وعن العمليات العسكرية إلا بالخروج الفعلي للقوات الأمريكية الخزعلي الذي أكد أن قرار التصعيد بدأ تطبيقه فعلا فتح النار على كل الجبهات لا سيما الداخلية وتحديدا للحكومة وإن لم يذكرها صراحة حين أشار في خطابه إلى عدم جدوى الطرق السياسية مع واشنطن لإخراج قواتها من البلاد إذا كان بعض الأراقين يقولون هذا الكلام فالجواب الأمريكي صار واضح خطاب تتبناه ميليشيات الحشد ويتزامن مع استعدادات لاستعراض عسكري ضخم بمناسبة ذكرى تأسيسه استعراض للقوة يضع الدولة العراقية ورئيس حكومتها مصطفى الكاظم في حرج لبل وينذر بدخول المواجهة بين الحشد والكاظم على ما يبدو مرحلة تكسير العظام فالحكومة التي فشلت برأي مراقبين قبل أيام في قضية القيادي في الحشد قاسم مصلح بعد الإفراج عنه تثير التساؤلات حول قدرتها على مواجهة سطوة الحشد وهيمنته على القرار داخل المؤسسات وفيما يرى مراقبون أن نهج الكاظم البطيء والمدروس لتقويد المجموعات المسلحة وإظهار ارتهان قرارها لدول خارجية يرى آخرون أن القوة القتالية للحشد لا يستهان بها وقد تذهب للسيطرات على بغداد إن ضيق الخناق عليها وهو ما يمكن قراءته في التطورات الأخيرة والاستعراض المنتظر لقوة لديها الشيء الكثير وغير المتوقع كما قال الخزعلي